نشوف نشان جماهير حركة أمل وحزب اللوري يحتلون شوارع بيروت لحدث ما تزامنا والحملات المستمرة ضد القاضي طارق البطار دعوة من مناصري حزب الله وحركة أمل إلى تحركات اعتراضية أمام قصر العدل صباح الخميس تحت عنوان ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء شخصية سورية معروفة تعود إلى سوريا بعد غياب طويل وبكرار من الرئيس الأسد بخبر مسرب إلى صحيفة وبلا استقبال رسمي ودون ألقاب عاد رفعة الأسد نائب رئيس الجمهورية سابقا والمشارك في الحركة التصحيحية هاربا من حكم قضائي صدر بحقه في فرنسا يقضي بسجنه أربع سنوات يقول الخبر أن الرئيس بشار الأسد ترفع عما فعله وقاله عمه رفعت وسمح له بالعودة منعا لسجنه في فرنسا للأسف الشديد أرى بيروت تحت خط النار اشتبكتOLL بعض المناطق بعض المناطق المجاورة اللي حد بيروت ما بدي أقول مناطق الشرقية منقل المناطق المجاورة ما يلي يبقل شرقية وغربية لا ما بقولس عم أقول لك مناطق المجاورة ما بطلنا نقل شرقية وغربي وين الشرارة راح تندلع ليلى مابعض فعم أشوفه عم أقول لك بقلب بيروت قتل ستة أشخاص وجرح نحو ثلاثة وثلاثين آخرين في تبادل لإطلاق النار بدأ في منطقة طيونة جنوب شرق بيروت قبل أن تتسع المواجهات لاحقا وبدأ إطلاق النار عند مرور محتجين من أنصار حركة أمل وحزب الله باتجاه قصر العدل في بيروت ثم تحول فيما بعد إلى اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الرشاشات الخفيفة وقضائف واربي جي بين منطقتين الشيح وعين الرمانة تعرض أحد الكضاء لخطر مباشر والقضية ستصير ضجة إعلامية كبيرة حزب الله عبر وفيق صفة بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق بطار مفادها واصل معنا منك للمنخر رح نمشي معك للآخر بالمسار الآنوني وإذا ما مش الحال رح نقبعك فكانت إجابة بطار في دي بمون كيف ما كانت تتصير منه أرى أن دولة الرئيس نجيب مياطي سيكون أمام كرارات حاسمة وجريئة ولأول مرة سيضطر رئيس مياطي لمواجهة الصعوبات إلى اتخاذ هذه الكرارات وهو على صدة رئيسة مجلس الوزراء محاولة تنحية القاضي طارق بطار أدت إلى إلغاء جلسة لمجلس الوزراء ويمكن أن تعرقل جهود الحكومة الجديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان الدولار في لبنان بيبقى في وضع الاهتزاز خلال الفترة الراهنة وسوف يواصل عمليات الهبوط والارتفاع لفترة معينة ولكنه مهما خفض في سعر الصرف من خلال السوق السوداء أرى الدولار سيواجه قفزة عالية قد تصل في الارتفاع بعد نقول إلى عتبة 30 ألف وما فوق ومن خلال بعض التطورات سيشهد الشارع اللبناني حادثا خطيرا ومؤصفا جدا وهو حدث أمني سيهز الساحة اللبنانية ويحرك الشارع ويستنفر وسائل الإعلام وكم أتمنى من الله عز وجل أن لا يتحقق هذا الحدث وأن لا يره لبنان كما أراه لأن ما أراه وأخاف منه للمرحلة القادمة هو الفتنة ثم الفتنة من أجل تحريك وأشعال الغرائز الطائفية والمذهبية كان من المفترض أن يقتصر اليوم على تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل لكن التظاهرة التي دعي لها بعد سلسلة تهديد وتخوين للقاضي طارق البطار لم يكتب لها أن تبصر النور واستبدلت بحرب الشارعين أحدهما ضد القاضي بطار والآخر مسامد له سيشهد لبنان بعض الأحداث المتسارعة وذلك بسبب تصاعد حدة الخلافات السياسية وخصوصا ما بين شهر 9 وشهر 10 وهذه الأحداث ستساهم في نشر أجواء التوتر والاحتقام في الشارع وعلى الإعلام وسيبرز من خلال هذه التطورات حدث مفاجئ وخبر عاجل يتعلق مباشرة بشخصية لبنانية كبيرة ومرموكة وهذا الخبر سوف يشعل الشارع ويوتر البلد كما سنرى بعض كيادات حركة أمل وحزب الله يتحركون بسرعة وهنا أرى أن الرد على هذا الحدث سيأتي عبر وسائل الإعلام وبشكل مباشر وقوي وعلى لسان سمحت السيد حسن نصر الله إذا أنتم متوقعين مع هيدا الآضي أن تصلوا إلى الحقيقة لن تصل مع كل موعد استجواب مع مدعى عليهم من نواب وبزراء أمام قاضي التحقيق العدلي طريق البطار تعود معركة شد الحبال بين القضاء والسياسة فبعد وزير الأشغال السابق يوسف فينيينوس الذي أصدر بحقي مذكرة توقيف غيابية جاء دور الوزير علي حسن خليل الذي أيضا لم يمثل أمام القاضي رغم رفض طالب الرد بحقه فأصدر البطار مذكر التوقيف غيابية بحقه وهو الآن يعتبر مطلوبا للعدالة فوضى عارمة في لبنان أعمال شغب وتخريب واشتباكات مع الجيش وقوى الأمن وسماع دوي انفجار في العاصمة بيروت ما خلف قتلى وجرح من أنصار حزب الله وحركة أمل الشيعية على خلفية رفض الحكومة تهديدات الميليشيات ودعوتهم إلى فصل محقق العدلية في انفجار مرفأ بيروت